تكتيك الميدان وخطط الخارطة الأمنية المتجددة في أذهان العقل الأمني المدبر الذي يقود خطوط شراكة أمنية بين العراق وأوروبا والأمم المتحدة والنيتو فرقة عسكرية هنغارية تبدأ مهمتها في البلاد لستة أشهر لتدريب القوات المسلحة ورقة جديدة ضمن الخطط الاستراتيجية لمواجهة الإرهاب وتمتين صفوف القوات الأمنية ومواكبة كل جديد يكتبها حلف شمال الأطلسي النيتو الذي بدأ مهم تقديم المشورة والتدريب لقوات الجيش العراقي بناء على طلب بغداد سابقا يكتب مهمة جديدة باقتراح توسيع مهمه في البلاد وتدريب الشرطة العراقية على وجه الخصوص بعثة النيتو في العراق قدمت بالتوازي مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جهودا متعددة ركز في سنواته الأخيرة على تدريب القوات الأمنية في مواجهة خطر الإرهاب وخلاياه النائمة وهنا تكمن أهمية العلاقة بين العراق وأوروبا بالتركيز على أهمية أمن واستقرار البلاد بالنسبة للمنطقة تعود الجولة الجديدة للنيتو في العراق بعد قرار أعضاء النيتو تعزيز وتوسيع وجودهم في العراق في قمة ويلز في 2014 وقمة وارسو في 2016 وقمة بروكسل في 2017 و2018 جولة تعتبر أكثر أهمية سيما مع انتصار العراق على خطر داعش وبقائه في مواجهة أي خطر يمس أمن الأرض العراقية ترجمة نانسي قنقر